أذكر بأن ثمة قانون أستاذ من بين أطر القانون المتعلقة بالحمل الانتخابية خاصة من حيث الخطب المستعملة في هذه الحملة الانتخابية هذا القانون يسمى بقانون الوقاية من خطاب التمييز والكراهية صدرها سنة 2020 بموجب القانون 2005 على ما أعتقد هذا ناهيكم عن الخطب الرنانة تلك الخطب الفارغة تلك الخطب الجوفاء التي يستحسن من الأن لا أقول يستحسن بل يجب أن نبتعد عنها كلية لأن المواطن الآن لم نثق في تلك خطب الفارغة يعني تسيل العمل الانتخابية تقدم وعودا وتقلل من شأنها هذا منصب رئيس الجمهورية إخواننا لا بد أن نقول بأنهم أسمى منصب لأنه القاضي الأول في بلاد لأنه يقود هو يعني من ينجح من يفوز في الانتخابات الرئاسية يكون قائد من القوات المسلحة يكون وزير الدفاع يكون رئيس المسلحة للقضاء رئيس المسلحة للأمن يكون رئيس المسلحة للوزراء وقراراته يشرع حتى يشرع حتى يشرع بمجب أوامر طبعا والأوامر لها نفس القيمة أو نفس القوة القانونية الممنوحة للقوانين لهذا المنصب قدسية هامة واحترام كبير فلا ينبغي أن نجعلهم مطية للسخرية كما كان يفعل بعض مجموعة مسترشيحين استخفاف يعملوا كما يسمون العشان أمان وزارة الداخلية طوابير إما ليسحب الاستمارات أو لدفع الكارتونات وكذا ويعني مظاهر المسلحية تسلي سمعت البلد اشتركوا في القناة